اعتراف سعودي حذر بالمفاوضات الجارية مع ايران وتحذير لميليشيا الحوثي من الرهان على الخيارات العسكرية حيث كشفت الرياض عن عقدها جولة رابعة من المفاوضات المباشرة جرت في الواحد والعشرين من سبتمبر الماضي قال عنها وزير الخارجية السعودي فيصل من فرحان إنها لا تزال في مرحلتها الاستكشافية هذه اول مرة تعترف بها السعودية بشكل رسمي بالمباحثات منذ قطع العلاقات مع ايران في 2016 وقدت الاعتراف على لسان وزير الخارجية السعودي فيصل من فرحان الذي قال خلال متمر صحفي مع مفاوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل إن بلاده تأمل بوضع حد لمعالجة المواضيع العالقة مع طهران وكان من اللافت أن وزير الخارجية السعودي حذر في المتمر الصحفي الحوثيين من خطورة رهانهم على الخيارات العسكرية مؤكدا أنهم مستمرون بالحرب رغم مبادرات وقف اطلاق النار مضيفا أن الرياض تجري حوارا مع واشنطن بشأن الحرب الجارية في اليمن لكنه لم يفصح عن طبيعة نتائج الحوار السعودي الامريكي نهاية غصص الماضي كان السفير الإيراني لدى بغداد قد قرى بعقد ثلاث جولات مباحثات بين بلاده والسعودية فيما أكد عضوا في البرمان الإيراني أن هذه المفاوضات مستمرة إلا أن التفاصيل عنها لا تزال طي الكتمان خصوصا فيما يتعلق باليمن حيث تحاول الرياض دفع طهران لوقف دعمها للحوثيين ميدانيا لا تزال ميليشيا الحوثي متصلبة في موقفها العسكري حيث شنت هجوما صاروخيا على مارب أسفر عن قتلى وجرحى مدنيين فيما اكتفت الرئاسة اليمنية كالعادة بتقديم الشكوى للمجتمع الدولي آخرها تأكيد الرئيس هادي للاتحاد الأوروبي تعنت الحوثيين ورفضهم للسلام ترجمة نانسي قنقر